اتصال هو الاول من نوعه منذ نحو عشر سنوات يجريه الرئيس السوري بشار الاسد بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بيان للدوان الملكي الاردني اشار الى ان الاتصال تناول العلاقات بين البلدين وسبول تعزيزها واكد خلاله العاهل الاردني دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها وشعبها وبحسب مراقبين فان هذا الاتصال يمثل احدث خطوة في اعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها بعد ان كان على خلاف خلال الحرب الاهلية في سوريا كما يأتي الاتصال الهتفي بعد ايام من اعادة فتح الاردن بشكل كامل معبر نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا والذي يعد شريانا تجاريا حيويا بين البلدين كذلك يأتي هذا التقارب السوري الاردني في اعقاب توصل الاردن ولبنان وسوريا ومصر خلال الشهر الماضي لاتفاق يسمح بنقل الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا واختتمت الاسبوع الماضي في عمان اجتماعات وزارية اردنية سورية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل بالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين وتعول دمشق التي تقول ان العقوبات الغربية هي السبب في مشكلاتها الاقتصادية على توسيع علاقاتها مع الاردن للمساعدة في التعافي من اثار الحرب المدمرة وجذب العملة الاجنبية التي تحتاج اليها البلاد بشدة بالاضافة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ترجمة نانسي قنقر